اشتركوا في القناة بأن هذا المطرب المغربي مشتبه به في قضية اغتصاب جديدة وبأنه بعد سهرة الأمس الماجنة استدرج فتاة إلى غرفة نومه بأحد الفنادق في سانتروبيا من أجل الحديث معها فقط قبل أن يتطور الأمر إلى تعنيف واغتصاب مصادر صحفية قالت إن الفتاة خرجت من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في المخفر حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق موقع ميديابار الفرنسي أيضا يقول اختفى المغني المغربي عن الأنظار ليومين وانقطع التواصل معه على واتساب فقد اعتقلته الشرطة لكن المعلومات لم تؤكدها مصادر قضائية بعد صحيفة لوباريسيان الصحيفة الفرنسية الشهيرة نقلت اليوم خبر تمديد احتجاز المغني سعد المجرد للاجتباه بضلوعه بعملية اغتصاب هذه كانت آخر تغريدة له على موقع تويتر حيث هنأ والده البشير عبدالهادي قائلا تحية لكل من شارك معي في هذا العمل الرائع أحسنت ويا سلام عليك يا بابا حبيبي قدوتي سعد متعود أيضا أن ينقل صوره ويومياته على انستجرام خاصة بعد نجاح أغنياته الأخيرة كازابلانكا التي شاهدها 53 متابع 53 مليون متابع اعتقلت السلطات الفرنسية في سان روبيه الفنان المغربي وقالت النيابة الحكي رسمي إن توقيف المجرد جرى بناء على شك ورفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب أفعال ينطبق عليها الاغتصاب إن المجرد أوقف في مقر الدرك في غاسين سان روبيه على ذمة التحقيق امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات أولها هذه التغريدة التي اخترناها للفنانة هند صبري تقول كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول لكن التكرار قتل الشك هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد بعد تغريدة هند صبري لدينا تغريدة أوس المرسومي الذي يقول فيها سعد المجرد قضية ملفقة للحصول على المال من قبل الفتاة لا أكثر كم هو غبي لا يلدغ المرء من الجحر مرتين يا سعد دوايت وولف يقول المشكلة أنه بسمع بالراديو بسمع الراديو وجايبين بقى خبر الاغتصاب الجديد وبعدها قاموا مشغلين اغنيته احنا بنتعامل مع الجريمة بشكل أوسخ من الجريمة لكن مثلا تجي تشوف كيفن سبيسي نفسه محدش دخلوا الفيلم بتاعه أساسا بسبب شبه التحرش لنعد إلى الوراء فقط لسنتين ففي أكتوبر وجه القضاء الفرنسي في أكتوبر 2016 وجه له رسميا تهمة اغتصاب وظل خلف القطبان سبعة أشهر بعدها أطلق سراحه شرطيا بوضع إسوار إلكترونيا في قدمه في أبريل نيسان 2017 بعد إطلاق سراحه مباشرة وجه القضاء الفرنسي له تهمة اغتصاب ثانية بناء على شكوى فتاة فرنسية مغربية اتهمته بالاعتداء الجنسي وضربها في الدار البيضاء في عام 2015 أيضا القضاء الأمريكي وجه له تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى عام 2010 لكن هذه الدعوة أسقطت لاحقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر